القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق أصدر تقريره الدوري التاسع عن الحالة السياسية في العراق تحت عنوان حكومة السودان بين تركيبة الهجينة والهدوء المخادع متناولاً الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية والخدمية والإنسانية هذا هو الوصف طبعاً مستمر والأبرز والمستمر للنظام السياسي القائم في العراق منذ الاحتلال وحتى اللحظة وليس خاصاً بهذه الحكومة ولكن بما أن هذه الحكومة هي أثر من آثار هذا النظام السياسي نتيجة من نتائج مقدمات هذا النظام السياسي فهي تجمع هذين الوصفين تركيب الهجينة والتركيب الهجينة هنا تجمع بين النظام الاستبدادي وما يسمونها الديمقراطية ولكنها بصفتها المعيبة التقرير الدوري قيم تجربة حكومة السودان سياسياً حيث أشار إلى العيوب التي رافقت العملية السياسية حين سمحت لقوى الإطار التنسيقي بتشكيل الحكومة رغم فشلها في الانتخابات في مشهد يدل على الفوضى وتحكم الميليشيات المدعومة من إيران بالعملية السياسية برمتها فضلاً عن التصريحات المتناقضة للسودانية التي وصف فيها القوات الأمريكية بالصديقة في الوقت الذي يرفع الإطار التنسيقي فيه شعار مناهضة أمريكا وسط تدخلات كبيرة للسفيرة الأمريكية في العراق بعد أكثر من ستة أشهر من إعلان حكومة السودان عن وجود خطة أو خارطة طريق لعمل حكومته لا تزال حالة غياب الأمن المجتمعي حاضرة من خلال عمليات الاعتقال والاغتيال والقتل والتهجير القسرية لم تقم حكومة السودان بأي خطوات جادة للحد من ظاهرة طغيان الفساد في العراق بحسب القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين الذي أكد استمرار عمليات الهدر في الثروات العراقية ومقدرات البلاد فيما أشار التقرير إلى فقدان الحكومة كحال الحكومات السابقة لها القدرة على تأدية وظائفها لتحقيق المطالب المشروعة للمواطنين مع اتساع ملحوظ في ظاهرة إفلات الجنات من العقاب واستمرار التعذيب في السجون الحكومية الرسمية الذي أصبح سلوكا ممنهجا لانتزاع الاعترافات قسرا من المعتقلين أو الانتقام منهم ومضاعفة معاناتهم تهمى